ينظم إلينا من رمالة دكتور أمجد أبو العز المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية دكتور أمجد ما دلالة أن يعود نتنياهو ويرسل الوفود إلى القاهرة والدوحة؟ يعني نتنياهو الآن في مرحلة هناك ضغوطات تمارس عليه داخلياً بالإضافة لذلك إلى خارجياً هو يعني يماطل كان في السابق وما زال يماطل هو لا يريد إتمام أي نوع من الصفقات لا يريد إبداء أي مرونة إلى حين الدخول إلى قطاع إلى رفح وبالتالي كل ما يفعله سواء بسحب الوفود أو حتى عدم إعطاهم صلاحيات أو القدرة على المناورة كل هذه من أساليب اللي بيستخدمها نتنياهو الآن من أجل إماطة أمد الحرب وبالإضافة لذلك أنه يعني عامل ضغط على حركة حماس من أجل الرضوخ على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات سواء هذه التنازلات ستؤدي إلى قضية دخول الرفح والحصول على التأييد الدولي أو بقضية كما يسميها الضغط العسكري من أجل إطلاق صراح الأسرة الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية هذا العودة هذه لها ارتباطات داخلية خاصة بعدما نرى عدد كبير من أعطاء مجلس الخرب يؤيد الصفقة المجتمع الإسرائيلي أيضا يؤيد الصفقة والضغطات من أهالي الأسرة وبالإضافة لذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية وضعت ثقلها من أجل تنفيذ صفقة يمكن أن تشكل هدية سياسية لبايدن الذي يحتاجها الآن في حملته الانتخابية التي تجداد يوما بعد يوم إذن يعني الاحتمال الآن أصبح بعد إرسال هذه الوفود الأقرب أن يتم الوصول إلى هذه التهديئة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي لستة أسابيع يعني تماما كل الأطراف يعني حركة حماس معنية بصفقة الإدارة الأمريكية وإسرائيل طبعا نتحدث عن إسرائيل في مجلس الحرب والعديد أيضا من الأجهزة الأمنية يعني الموساد الإسرائيلي يدعم هذه الصفقة لأنها ستكون يعني إطاءة يعني حالة من الاستراحة للجيش الذي أنهك أيضا حركة حماس يعني نتحدث عن الحاضنة الشعبية لحركة حماس في قطاع غزة أنهكت نتحدث عن دخول المساعدات الكل معنى بهذه الصفقة ولكن كلا الطرفين يعني حماس وإسرائيل في موقف تفاوضي صعب من نسبة لحركة حماس حماس الآن هي خاضت يعني كما يسمى زلزال السابع من أكتوبر الهدف تبيض السجون بالدرجة الأولى ولكن يعني إذا رحت إلى صفقة سياسية مع إسرائيل وأبقت الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولم تسمح بعودة النازحين بالإضافة إلى ذلك إلى يم تستطيع إطلاق صراح الأسرى للفلسطينيين وبتالي ما الذي يمكن أن يقوله السنوار لألحاضنة الشعبية الفلسطينية إذا فشل بتحقيق هذه الإنجازات أو أبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وبتالي ما الهدف من السابع من الأكتوبر إذا ما زال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بالإضافة إلى ذلك نتنياهو الآن وضعه صعب وقوف وقف الحرب يعني عمليا ضغوطات دولية عليه من أجل تمديد وقف الحرب وبالتالي انهيار الحكومة انهيار الاتلاف الحكومي وذهابوا إلى السجن وبالتالي كلا الطرفين الآن يعني في وضع تفاوض صعب ما يدور حول الحديث الآن هناك مرونة إسرائيلية كما تقول والضغوطات أمريكية على إسرائيل من أجل السماح بعودة يعني أهالينا في قطاع غزة إلى الشمال أيضا حركة حماس قدمت تنازلات بقضية يعني عدم المطالبة بوقف إطلاق النار بشكل كامل والقبول بهدنة وبالتالي قضية القضية الأساسية التي ما زالت شائكة ما بين الطرفين هي قضية العودة السماح لأهلنا في قطاع غزة بالعودة إلى الشمال حماس ما زالت تصر بدون أي حواجز بدون أي تفتيش بدون أي معيقات وبدون أي شروط وإسرائيل ما زالت على نفس الشروط وهذه أكبر عقبة تواجه المفاوضات أما بالنسبة لعدد الأسرة هذا يعني قضية أنا باعتقادي ستتم في النهاية لأن هناك مبادئ وهناك عرف وهناك يعني سوابق تاريخية في المفاوضات ما بين حماس وما بين إسرائيل وكل الطرفين يعرف يعني حجم لكل عملية من عملية المفاوضات أو حتى إطلاق صراحة لأن يعني العقيدة التوراتية بالنسبة لإسرائيل تعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك أي أسيرة إسرائيلية لدى الفلسطينيين وحماس لدي خبرة في التعامل مع قضية تبادل الأسرة على مدار العشرين عاما الماضية نعم الولايات المتحدة بعد أن تم عدم استخدام حق النقد في مجلس الأمن وبعض التصريحات التي تتحدث عن أن إسرائيل متسببة في الحصار وفي المجاعة إلى اتجاه الفلسطينيين نجد إقرار صفقة أسلحة جديدة إلى إسرائيل بمليارات الدولارات وأيضا الولايات المتحدة تعلن أنها تنتظر الوفد الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن مرة أخرى من أجل التفاوض على كيفية التعامل مع رفح هل تم إصلاح الاختلافات التي كانت موجودة منذ أيام حتى يتم الوصول إلى هذه الصفقة المتعلقة بالأسلحة؟ يعني خلينا نكون صارحين هذه خلافات ليست خلافات جوهرية هي خلافات في العائلة الواحدة الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل والدليل على ذلك من كمية الأسلحة التي أشرت إلى تتحدث عن حوالي 5500 كومبلة ذكية بإضافة إلى القنابل الغبية بالإضافة إلى ذلك طائرات F-35 كل هذه صفقة إسرائيل لن تكون بمعزل عن دعم الأمريكي وهذا الخلاف هو خلاف داخل العائلة الواحدة حتى يمكن أن يوصل إلى الصراح في العائلة الواحدة ولكن هذا هناك تحالف استراتيجي ما قدمته صحيحاً الولايات المتحدة الأمريكية وكانها قرصت أذن نتنياه من خلال قرار مجلس الأمن الأخير وعدم استخدام الفيتو ولكن ما حصلت عليه إسرائيل من بعد ذلك يفوق ما خسرته في قرار مجلس الأمن حصلت على دعم عسكري حصلت على وعد قانوني حصلت على مساعدات والآن هي تتحضر ليست إسرائيل الآن تتحدث عن قضية أسلحة هي ليس فقط في التفوق في النوع ولكن في الكمية الآن تمتلك أسلحة تستطيع الآن القيام بحرب جديدة ضد لبنان وضد حزب الله وبالتالي حتى القرار الذي صدر هو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أفرغت هذا القرار من محتوى يعني أعطتوا بشكل مؤقت بشهر رمضان بالإضافة لذلك بدون أي قواعد إلزامية الخلاف الآن هو خلاف ما بين نتنياه وما بين بايدن على الاستراتيجيات وكافية التعامل مع الحرب وما بعد اليوم الثاني للحرب ولكن بالنسبة للقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية هناك اتفاق تماما ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية على هذا الموضوع وقضية رفح هي قضية أساسية الولايات المتحدة الأمريكية لا تمانع وليس لديها مانع بالدخول إلى رفح ولكن تريد ضمانات إسرائيلية وهذا والصحافة الإسرائيل الأمريكية بالأمس أشارت يعني إذا لم تستطع إسرائيل إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة إلى منطقة الشمال كيف ستطيع النقل أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص من منطقة رفح إلى مناطق أخرى وبالتالي هناك صعوبات لوجستية قضية إنسانية كارثية ستتصبح إذا قامت إسرائيل بالدخول إلى رفح وهذا يضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف محرج من الناحية الأخلاقية من ناحية الرأي العام الداخلي من ناحية الجالية العربية الموجودة هناك خلفاء أمريكا وأيضا ستتهم بالمستقبل أنها ساهمت بارتكام جرائب حرب في قطاع غزة خاصة أن الأسلحة الموجودة هي أسلحة أمريكية وبالتالي هذا الخلاف أنا باعتقادي تخططوا في عودة الوفد الإسرائيلي والآن هناك اتفاق ويعني قال أن تعادت من ولايات المتحدة الأمريكية باتفاقيات ووعود وأسلحة ودعم وهذا يعني يشير إلى أن هذا التحالف الاستراتيجي الأمريكي لن يكون عرضة لخلافات شخصية حول استراتيجيات ما بين شخصيتين بين نتنياهو وبايدن وكل الشخصيتين معروف أنهم يعني لا يوجد هناك الود ما بينهم من أيام ما كان بايدن نائب للرئيس إلى الفترة أوباما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر